الحقيقة أنه ساعات قليلة وتفصل نادي الزمالك وجمهور الزمالك وجمعيات العومية في انتخاب مجلس إدارة جديد مجلس إدارة جديد ده يعني أنه أي مجلس كانت أساء قديمة أو جديدة اسمه مجلس إدارة جديد عشان بس محدش يحميني ما لا أحتمل ولا أرغب تمام من هنا في ناس كتير قوي سعيدة جدا أن هناك مجلس إدارة جايش ليه لأنه جمهور الزمالك يهموا إيه يهموا أنه فيه مجلس إدارة موجود مستقر يقدر يدير المنظومة الزمالكوية بشكل كامل للحصول على بطولات سواء بقى في كورت القدم في كورت اليد في كورت السلف في كورت الطائرة زي ما أنت عايز كل ده اللي عايزه جمهور الزمالك ويجي إزاي؟ يجي بالاستقرار الاستقرار يجي إزاي؟ بالانتخابات وهي بعد ساعات أقل من 24 ساعة في انتخابات في نادي الزمالك تجرى النهاردة كانت الاستعادات الأخيرة عملوا الخيمة عملوا حاجات التفاصيل اللي هي بيبقى فيها لانتخابات تجهيز السنة دي القضاء استلموا الموضوع كل الأمور في استقرار وإحنا مش عاوزين أكتر من كده صحيح عشان ما نبخص الناس حقها إما اللي هو عما تجيه في بداية السنة الحالية لا السنة اللي فاتت قاسف عشرين واحد وعشرين عمل اللي قدر عليه وما جي بعده كابتن حسين لبيب عملوا اللي قدروا عليهم ده مهم في اللحظة دي أنه ندي الناس حقها لأنه هو ده الأهم أن الزمالك وإدارته تدي الكل حقه بكرة مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك انتخابات الزمالك ستفرز أو الجماعة عمية ستفرز ما تريد وستضع من تريد في منصب رئيس ونائب وأمين صندوق وستة من الأعضاء فوق السن وتتحت السن في مكتب أو في مكان مجلس إدارة ندي الزمالك ساعتها حاجة واحدة اللي هتحصل الدعم دعم الكل ليه؟ لأنه ده المفروض اللي موجود يمثل ندي الزمالك وغرضه أيا كان اسمه خدمة ندي الزمالك كل المرشحين بالنسبة لي نجحوا لأنه أي مرشح يتصدى لي أنه يقدم نفسه في انتخابات الأندية وعاوز يعمل خدمة تطوعية فهذا الرجل نجح لأنه عنده الجرأة والرغبة في أنه يساعدنا ديه صحيح ممكن لا يوفق في الانتخابات لكن أنا باعتبره نجح لأنه رغبته نجاح ودي مهمة جدا إيه اللقصاد الزمالك ومجلس إدارته؟ أول حاجة مجلس إدارة الزمالك هيشوفها وهيلاقيها في البعض منهم ممكن يعني لو في حد من اللي موجودين ربنا وفقه وكمل أو جداد جهما يكتشفوا إيه؟ إن عندهم يوم السبت زي بكرة فيه برضو بطولة كساء عامل الاندية في السلة لأول مرة الزمالك ومصر ينبه فيه ممثل لها كعادة الزمالك في كل مرة أول الحمد لله المراضي قيمة المسابعة المهم الإفريقيا اللي الكل بيبص ليها باعتبارها هدف ليه هدف؟ إزايك وصل لنهاية أفريقيا 2016 وللأسف خسر وصد ساندونز وقابل النادي الأهلي في 2020 وللأسف برضو خسر إحنا في 2022 وأنا قلتلكم هنا 20 سنة كتير قوي 20 سنة كتير قوي على إن زي بانك بغايد في أفريقيا المهمة الأولى الحقيقية لمجلس الإدارة اللي جاي هو تهيئة المناخ لفريق كرة القدم وجهازه للحصول على هذه البطولة بعد الثلاثة شهر ونص هتبقى أول نجاح لمجلس الإدارة لازم ولا بد إن يكون ده هو أساسه لأنه أي مجلس إدارة ييجي ويكون نجاحه الأول بعد فترة قصيرة أقل من الثلاثة شهر إنه يفوز بكاس أو ببطولة دوري أفريقيا والتي غابت على زي 20 سنة وعادت دي وقتها نجاح يعني يغفر للجميع أمور من هنا بطولة أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا لازم الاستعداد ليه إداريا قبل أن يكون فنيا تهيئة الظروف مهمة تهيئة الظروف هي الأساس هي النجاح كائنا ما كانا ناجح مش فارق كل الناس ممتازين كل الناس أفضل ناس كل عاوز يعمل حاجة واحدة يخدم نادي الزمالك وجمعيته العقومية وجمهوره طرح ما ده الغرض الأساسي الكل يتحيى الكل يتعمل له تعظيم سلام لأنه هو أنت مش عاوز أكتر من كده كل لي شيخ وليه طريقة بقى ممكن مش عاجبك الطريقة دي وعاجبك الطريقة التانية مش عاجبك الطريقة التانية وعاوز الطريقة القديمة اللي أنت عايزه لكن في الآخر أن الهدف عودة نادي الزمالك للمنصات بشكل دائم ومستمر والتواجد في طول الوقت في إطار المنافسة طبعا لا أحد يعلم الغيب ممكن تنافس وتحاول وتحاول وربنا موفقش وعندنا دليل منتخب مصري أمام السنغال حاول حاول وعمل مباراة ممتازة أربع مباراة إكسا طايم وصل لضربات الجزاء ثلاث مرات وآخر مرة لم يوفق لكن حصل إيه؟ احترمناه فرحنا بيه ساعدنا بيهم نجوم الزمالك في اللحظة دي موجودين في الفضائيات منتشرين باعتمارهم كانوا نجوم البطولة مش عشان هنزم الكاوي لكن ما جاولك أبو جبل هتقول لي أبو جبل ولا مش أبو جبل وأحد أبطال البطولة الوينش زيزو إمام لعب مطشي ممتاز في آخر مطش عد بقى من الأسماء اللي انت عيسى وأحمد فتوح طبعا اللي أشك فيه هذا إذن المهم ده المهم دوري إفريق لو انت بتسألني كشادي عيسى مشجع الزمالكاوي الذي أنتمي إلى الزمالك منذ سنوات أنا عند 44 سنة يعني ولا يجرؤ أحد كان من كان أنه يزايد على محبيتي نادي الزمالك ورغبتي في أنه يبقى في أفضل حال عشان كده ما بتكلم من هنا بتكلم من موضع قوة وثقة لأن أنا زمالكاوي أعلم يقينا أن كل الزمالكوية عارفين مدى زمالكويتي وعارفين مدى رغبتي في إنجاح ونجاح نادي الزمالك وما بتكلم على قدام فنا لازم أتكلم على قدام الأسباب يتكلم عن نفسي يعني لكن دي وقت مهم أن أقول كده في اللحظة دي مهم أن احنا نعرف الكلام ده الزمالك الحقيقي هو أنه يبقى بطل إفريقي الزمالك ما فيه زمالكاوي مش مؤمن بأن الزمالك هو بطل القرن تروح يمين تروح شمال هو مؤمن بكده الورق بيقول إيه الدرجات بتقول إيه مش فرق معاه مؤمن إيمان راصخ وبيعلم ولاده وأحفاده أن الزمالك هو بطل القرن الماضي لإيه عشان بطولات إفريقيا مش عشان الدوري عشان بطولة إفريقيا ومن ثم لازم لعبة الزمالك يفهموا أنهم دخلين الآن بطولة يجب أن يتحصلوا عليها ويفوزوا بيها بمشية الله سبحانه وتعالى واكتهدوا من لا شك في هذا ليه عشان غياب عشرين سنة من ألفين واثنين الزمالك مفاس بطولة دوري أبطال إفريقيا لازم اللعيب رغم أنهم مش المسؤولين ولا مجالس الإدارات اللي موجودة دولتها المسؤولة لأن السنوات فاتت مضت لكن لازم لازم في اللحظة دي لازم في اللحظة دي نقدر قيمة أن الزمالك غايب بقالوا عشرين سنة عن بطولة دوري أبطال إفريقيا وأنه لازم يفوز بيها غياب الفوز الحضور كان موجود وصل مرتين كل ده ممتاز لكن غايبين الزمالك ما ينفعش يغيب أكتر من كده عن مناصة التتويج مباراة السبت أول خطوة حقيقية وقوية ولازم تبارسالة من لعبة نادي الزمالك لكل المتواجدين في هذه البطولة أن الزمالك يرغب وبقوة في أنه يفوز بهذه النسخة من هذه البطولة